أبو سعيد الخضري رضي الله عنه حديثه في الصحيحين وغيرهما يقول قرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه أو توفي فيه يقول وكانت هذه آخر جلسة يعني رأيت فيها أو آخر مجلس جلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أثيب إلي أيها الناس اجتمع الناس عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن عبدا خيره الله بين ظهرة الدنيا وما فيها وبين ما عنده فاختار ما عند الله إن عبدا خيره الله بين ظهرة الدنيا وما فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى ظهرة الدنيا أي كل متاع الدنيا كل متاع الدنيا فقال فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى فبكى أبو بكر رضي الله عنه بكاء شديدا وقال بل نفديك بأنفسنا وأموالنا وأبنائنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رأو الحديث فحجبنا لهذا الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا عبدا خير بين ظهرة الدنيا وما فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله وهذا الشيخ يبكي أبو بكر رضي الله عنه يبكي قال حتى علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو العبد المخير فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم فهو العبد المخير قال فكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا وأبو بكر رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المثال الذي ضربه فعلم أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم ولا يضرب مثالا عن رجل على الإطلاق وإنما يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم